السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث لكم عن نسخة التجريبية الأولى AOS 13.5 مثل ما نرى قبل طوهم نزلتها أمس أو أول أمس مع نزول 13.5.1 للكل فلو نرى البلد نمبر في النهاية سيكون D فيعتبر ليس نسخة بطالة لا ستكون فيها سلبيات كثيرة أو أشياء كثيرة أو تعليق لأنه قريبا لل A لكل يعرف كذا مرة تكلمت عنه إذا قربت لل A تكون هي النسخة النهائية فلو ننزل تحت نرى المودم فروموير ما تغير شيء مثل ما نرى 10600 نفس 13.5.1 على الايباد أو الايفون 11 برو ماكس ما تغير في شيء هذا البلد نمبر هذا كل شيء لو نتكلم عن الميزات البداية استخدمت الجهاز اليومي نحين لا يوجد أي مشاكل لا يوجد أي مشاكل يوم و شوي تقريبا لا تقول يومين يوم و نص أو يوم ثلاثة أربعة أوكي لكي نكون مصدغية لا يوجد أي مشاكل لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء استخدم تستخدم طبيع بطارية ممتازة كل شيء 13.5.2 لا يوجد أي مشاكل طبعا الكل يعرف أن بداية IOS 13 كانت في مشاكل كثيرة حين ابل يعتبر خلاص عدلت كل المشاكل الحمد لله لا يوجد أي مشاكل يعتبر في الجهاز جهاز أو سوفتير كامل الكل يعرف كما نتكلم عنها ابل إذا غيرت الرقم الثالث سيكون فقط أمان إذا نزل للسوفتير أنصح كل شخصي حتى أي سوفتير ينزل دائما أنت بجهازك أمان وكل شيء ممتاز ما في شيء لازم تحدث ليس لازم يكون في ميزة في سد ثغرات في أشياء أنت ما تدري عنها تشتغل داخل النظام تحدث خاصة آخر تحديث على الرقم مثل الثالثيرتين بداية أوكي لا تحدث لكن على نهايتها يكون أفضل نظام إذا أنت أردي على الثالثيرتين لازم تحدث على آخر نظام عشان يكون أفضل أعداء بالنسبة لك أو حق الاستخدام أوكي فلو بنتكلم عن الميزات هل هناك ميزتين يعتبر؟ بعض الأشخاص ما يعتبرهم ميزتين أو بعض الأشخاص ما يهتمون فيهم البداية إذا أنت تستخدم أبل نيوز أنا 100% ما أحد يستخدمها لو نرى نيوز بلس مالة أبل أو نيوز أو أبل نيوز لو نكتب لها هذه طبعا نستخدمها أبل نيوز جريدة وتكلمت عنه الزمان مجلات تجمعهم من أن تقرأ عنكم كل شيء أبل ماذا فعلت فيه بالسوفتير هذا أو 13.5.1 دعمت لك الأوديو أنك تستطيع أن ترى نيوز حقك بالصوت هذا ميزة حق بعض الأشخاص فهذا 13.5.1 13.5.5 هذا سيدعم لك نيوز بالصوت وفي تغيير خفيف تأخذ البرنامج أبل نيوز أنا بالنسبة لي مستخدم أو مشترك فيها تقريب الاشتراك 10 دولار بعض الأشخاص يفضلون إذا كنت تحب المجازين أو الأشياء هذه تشترك بعض الأشياء ترى كل الأشياء رسمي فإعتبر شيء ممتاز أيضا الميزة الثانية في AUS 13.4 تقريبا تكلمت عنه من زمان الذي تابع معي النظام التجريبي أو النسخ التجريبي الذي نزلها في AUS 13.4 تقريبا نزلت أبل ميزة اسمها أبل أو كاركي ما هو ميزة الكاركي؟ إذا لديك سيارة جديدة لا تقريبا تستطيع تبرمج الكاركي أو تفتح سيارتك بنفس الجوال لا يحتاج لديك المفتاح للسيارة أو أبل واتش حركة حلوة تفتحها أيضا هناك ميزة أن يأخذ السيارة تستطيع أن ترسل الكي يفتح السيارة الآن في الـ 13.5.5 ستحركة أفضل الألوة هي أن الكاركي لا يحتاج السيارة تدعم الخير للحركة تقدم مثلا إذا كان مفتاح السيارة لديك طبعا الشركة يجب أن تدعمها لك لكن إذا كان مفتاح السيارة في NFC اللي هي Near Communication إذا كان عندك المفتاح نفسه تستطيع أن تفتح السيارة على القرب تقريبا في هندا ونداي غصدي BMW و سيارات الجديدة لا أعرف أن تتحدث عن سيارة كثيرة لكن إذا كان عندك هذه الميزة تستطيع أن تبرمج بالكاركي التحوله هنا في الجوال عندك وتستطيع أن تفتح السيارة بالميزة هذه التي تفتحها بالجوال فهذا برضو حركة حلوة في 13.5.5 بس هذه كل الميزة التي ستطور عليها ستحصلها بس هذه الأشياء سد بغز و سد أشياء آمان طبعا هذا أيضا على أن تكون ميزات على حسب الأشخاص بالنسبة لي لا أستحق أنها ميزات أو لا أفضلها لكن يعتبر ميزة لحق بعض الأشخاص الذين يحبون أبلو نيوز أو يحبون عندهم سيارات جديدة و يفتحون ذلك أيضا لازم السيارة يعني الشركة تدعم ذلك بس لو نشوف القيك بنش نفتح القيك بنش طبعا سويتها مرتين عشان أكدت لكم أن بعض الأشخاص يحسبون القيك بنش مثلا كل مرة تسوي القيك بنش يتقير أحيانا على حسب الجهاز والحرارة فهذا القيك بنش الاثنين لحق اليوم اللي سويتهم فلو نقرب معاكم نشوف فالقيك بنش الثيرتين 0.5.5 هذا أول واحد سويتها الثاني واحد وهذا ثيرتين 0.5.1 مثل ما نشوف بالنسبة لي سويتها مرة ثاني كان هنا 3000 97 ثلاثة 666 شوى شلون التغيير صار فنستخدم هذا فلو نشوف كذا هناك قفزة خريفة لكن يعتبر برضو ما بقفزة ما بقفزة ما بقفزة فيعتبر ما في شيء الجهاز على بيتا برضو ونسخة الجريبية الأولى يعتبر ممتازة لو نشوف المتال مثل ما نشوف المتال أول مرة جاب 3154 ثاني مرة 6222 فاوكي 6222 والنسخة اللي قبل ما يعتبر فيها فرق لا يعتبر لا يعتبر لو نشوف الانتوتو سويت تغريبا ثلاث مرات أو مرتين قصدي لو نفتح الانتوتو هنا هذه النسخة الخيرة سويتها مرتين في النسخة الجديدة و مرة في النسخة الغديمة نشوف عندكم هنا يكون أفضل بما أني مسايفة عندي فهذه النسخة الثانية أو التست الثاني اللي سويتها رح تشوفونا في الشاشة العباد الأول سوري هذا هو هذا على النسخة اللي موجودة عندنا حين نقدر 52 واحدة ثمانية ثلاثة ثمانية ثاني مرة سويتها 52 تسعة ألف زيادة ما يعتبر في فرق اللي بعدها صعود أفضل بكثير يعني هنا 52 هنا 53.700 بس تغريبا هان الفيديو هذي كل شي ما في فرق ما في تحسين في المودم ما في أشياء ذي لكن ميزين اللي قلت لكم عنها متى بينزل برضو ما في أمل أو ما في أمل ما ندري إلى الآن متى بينزل لكن متوقع عندنا يعني ممكن أسبوع الجاي رح ينزل نسخة ثانية لو بنشوف يمكن أسبوع الجاي رح تنزل نسخة أسبوع اللي بعدها يمكن تكون نسخة النهائية يمكن تنزل قبل مؤتمر أبل سيكون في 22 هنا جون إذا أبل ما كان سلتها طبعا لأنه على حسب المظاهرات الموجودة هنا ما ندري إلى الآن لكن لو بتنزل نسخة يمكن أبل للنسخة الجاي هنا وهنا نسخة وتكون نسخة نهائية أو تكمل عادي تخلي أبل بيتا وتنزل الفورتين لحق المطورين وتنزل هذا بعدها بشهر مثلا لحق الكل عادي تمشي بنسختين لأن نسخة الثيرتين من الحالها غير والفورتين غير الفورتين ستنزل هنا نسخة الجربية و المطورين تكون مشاكل من اليوم لبكرة تطور فيه أبل إلى سبتمبر سبتمبر مع نزول الآيفون و في أكتوبر مع نزول الآيفون ستنزل نسخة الآيوز فورتين لحق الكل لكن هنا كلها نسخة الجربية كلها مشاكل ستكون في الآيوز فورتين بس هذا الفيديو ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناه و اشتراك في حساب السناب شات شرا في إضافاتكم و نشر المقطع و ملاك المقطع